أبو أحمد أنت ابني من أبناء النادي الأهلي طلعت احترفت في الأنصار وروحت الإسماعيلي كلها أندية كبيرة وبعد جاءت على الترسانة وبعدين بطلت هل لقيت فرق في السيستم نفسه أو النظام كله سواء في الفرق معك مع النادي الأهلي أنا قلت خالك أنت تعلمتين من أنه قلت لي كذا إن أمر بتكلم على الإسلوب الإدارة مع أن كلهم أندية كبيرة يعني ما شاء الله وصح ذلك النادي الأهلي سيستمه لا يقرن بفرقة حتة تانية لا حاجة تانية خلص نادي الأهلي أقوى من اللعيبة طبعا كاسم طبعا لا أنا بكلم عموم أنا بكلم بشكل عام أيوة أيوة مفيش مهما كان قوة اللعيب ووصل لإيه والشعبيته قد إيه نادي الأهلي أقوى منه الأهلي فوق الجميع قوي إدارة وسيستم إدارة وسيستم وفيش حد يعني إيه يقدر يعني يخرج على النظام بشكل كبير جدا وأي حتى لو أدفع سبب في الأندية التانية بتدي مش موجودة قوي بيعملوا حساب للعيب أكتر من دا أكتر لا أكتر من اسم النادي اسم النادي مش عاوز الكلام بس السيستم دا لو موجود لو موجود سيستم نادي الأهلي قريب منه ليه 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 اسماعيل قريب منه مش هو قريب منه بسم الله لا لا اسماعيل ليه بقى لم يبقاش زيه يا إحمد ما يدين مشكلة عندنا نقول لنا قريب لم يبقاش زيه هو النادي الأهلي أو النادي الأهلي عشان نادي مؤسسي وماشي صح وكلام دا لم يأخدوش قدو وامش زيه ويخسر ايه أقول لحدك على حاجة وعب في حاجة برضو أنا أقول لحدك على حاجة فيها علشان رأي ممكن يبقى مختلف شوية لا مش كل واحد ابن النادي يصلح للنادي طبعا ودي مشكلة كبيرة جدا إنه كل واحد أنا بكلم بشكل عام كل واحد فاهم إنه هو لاي في المكان يبقى هو صاحب الحق في المكان دا وهو ما يقدرش يدير النادي وما يقدرش النادي يستفاد منه بحاجة بالعكس إنه هو ممكن يرجع النادي وراء فمش كل واحد ابن النادي ينفع للنادي هي قصة كده لكن في ناس شايفة إن دا حقها حقها الأصيل إنها تبقى موجودة طلامة لابت في النادي الأهلي أو لابت في نادي الإسماعيلي أو لابت في نادي أكثر كلام دا مش صح أنا معاك بأتفق معاك في الجزئي بالضبط لكن أنا بأستغرب جدا ان الناس كتير جدا تقول الكій tailored أن diffic نوجود فمنادي في نادي أهلي كنت موجود فنادي أفلان ون sv ساعدYN لا ولأخذت خلاص الخأתי اللي أنت جعل من النادي النادي اللي ادى لك اللي انت عايزه بالظبط سيبقى اني يقولك بقى ايه انا الصلاة ما استفدش ماديا اصلاة ما استفق ما اشتغلش في النادي الاهلي انت هيكفي ان خدت اسم النادي الاهلي بالظبط وهو ده 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 المكسب الكبير في كل شيء وبالظبط وعلى حسب رؤية الناس المسؤولة او اللي بتدير انت هتفيد النادي ولا مش هتفيده برضه مش عاوز كلام اه يعني الموضوع مش حشو انت زي ما قلت اللعب اللي بيمثل اي نادي ويبطل فاهم ان هو صاحب النادي اعز ياخد حتة منه ويمشي بالظبط كده